موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم وبينا استعينوا الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين أهلا ومرحبا بكم طلاب العزاء طلاب مرحلة الصف السادس الابتدائي في حلقة جديدة من حلقات اللغة العربية تحت إشراف ورعاية وزارة التربية والتعليم إحنا النهاردة إن شاء الله بنكمل المراجعة بتاعتنا المراجعة بتاعتنا النهاردة عبارة عن نموذج أو امتحان شامل زي ما عودناكم على الامتحانات الشاملة من أول التعبير لحد قطعة النحو خلونا كده نبدأ بسم الله بالنموذج اللي معنا وخلي بالكم النماذج اللي احنا بنحلها نماذج مهمة جدا عايزك تطلع معي كشكول وتركز معي قوي ونكتب الحاجات دي عشان هنقول ملاحظات هامة للغاية نبدأ كده بسم الله أولا السؤال اللي بيجيلي في الأول سؤال التعبير وإحنا اتفاقنا إن إحنا عندنا فيه تعبير وظيفي وفيه تعبير إبداعي أول حاجة بيجيلي بيقول لي إيه اكتب لافتة تحث فيها زملائك على طلب العلم اتفاقنا على شكل اللافتة إن إحنا بنعمل مربع أو مستطيل وبنكتب فيه جملة بتنصح بيها الشخص على حسب ما هو طالب منك فيه التعبير الوظيفي طب خلينا كده نشوف فهقوله ممكن مثلا نقوله حديث شريف أو ممكن عادي جدا ما فيش مشكلة يعني أنا أقوله هنا إيه هقوله إن العلماء ورثة الأنبياء ما فيش مشكلة يعني الجملة دي أنا اقتطعتها من الحديث الشريف علشان أأكد على أهمية العلم ما فيش أي مشكلة المهم إنها تبقى جملة قصيرة تلفت الانتباه عشان كده احنا مسمينها لافتة لأنها تلفت الانتباه عبارة قصيرة تلفت الانتباه أو ممكن برضو أقوله العلم نور تبقى حكمة يعني أنا ممكن يا مستر أكتب في اللافتة حكمة أو آية قرآنية أو حديث شريف أو ممكن عادي جدا ما فيش مشكلة وممكن لو أنت مش لاي أي حاجة من الحاجات دي ممكن برضو تكتب جملة من دماغك عادي ما فيش أي مشكلة طيب تعال بعد كده نشوف بقى نموذج لموضوعات التعبير الناس اللي كانت بتسألني على موضوعات التعبير احنا كل حلقة بناخد مع بعض موضوعات تعبير مختلفة بدل حضرتك فيها العناصر وحضرتك طبعا بتبدأ تكتب على أساسها فعشان كده بقول لحضرتك ركز معي في العناصر والاستشهاد هنا موضوع التعبير بيقول لي عن نهر النيل فبيقول لي نهر النيل هو شريان الحياة لأبناء مصر نبتب في هذا الموضوع ما لا يقل عن عشرة أسطر وإحنا اتفعنا طبعا في حلقة سابقة أن موضوع التعبير لا يؤخذ بعدد السطور فقط لا ولكن أهم حاجة التنظيم وده يعني أهم محور في موضوع التعبير إيه العناصر اللي أنا ممكن أكتبها؟ طبعا أنا زي ما عودتكم هدي لحضرتكم العناصر والاستشهادات وعايز أشوف من حضرتكم موضوعات التعبير أول حاجة ممكن أكتب أهمية نهر النيل تاني حاجة ممكن أقوله استغلال مياه النيل في المشاريع الزراعية وتعمير الصحراء ممكن أقوله رقم ثلاثة كيفية الحفاظ على نهر النيل أو ما واجبنا نحو نهر النيل طيب إيه بقى الاستشهاد؟ الاستشهاد ده أنا قلت لحضرتك قبل كده لازم أن نكتب داخل موضوع التعبير استشهاد يعني أي قرآنية أو حديد شريف أو حكمة أو ممكن أكتب مثلا نص شاعري أنا درسته سابقا وهكذا فهنا مثلا قال الشاعر النيل والعذب هو الكوثر والجنة والشاطية والأخضر فاكرين النص ده إحنا أخد نفسنا ربعا ابتدائي لو أنتم متذكرين آه يعني أنا ممكن يا مستر أكتب حاجة درسته قبل كده عادي جدا ما فيش أي مشكلة وقلت لك برضو كمان ركز على الحاجات اللي عندك في المنهج يعني إحنا المرة اللي فاتت أخدنا موضوع الصحة فكتبنا من النص بتاعكم قويا يبقى أنا عندي لازم نوظف اللي أنا درسته قبل كده داخل المنهج ممكن برضو أقوله استشهاد تاني وجعلنا من الماء كل شيء حي دي آية قرآنية طيب ممكن أقوله مثلا مصر هبة النيل دي برضو حكمة قيلات قديما يبقى دي العناصر والاستشهادات اللي أنا ممكن أكتبها داخل هذا الموضوع يبقى إحنا المرة اللي فاتت قلنا في موضوع تعبير عن الصحة والمراضي بنقول فيه موضوع تعبير عن حب الوطن يبقى كل مرة احنا بناخد موضوع تعبير وبنناقش إيه الاستشهادات اللي احنا ممكن نكتبها فيه وبرضو بنناقش إيه أهم العناصر طبعا مش شرط أن العناصر انت حضرتك تتقايد بها باللي أنا كاتبها لا لو عندك حاجة مفيش مشكلة احنا موضوع تعبير بنسميه موضوع تعبير إبداعي يعني أنا عايز أشوف الإبداع بتاعك وعايز أشوف فكرك بيبقى عامل إزاي طيب بعد كده أحبائي خلونا بقى نخش في القراءة أنا قلت لحضرتك قبل كده أن أنا بيجي لي سؤال للقراءة المتحررة يعني بيجيب لي قطع القراءة من برى المنهج وبيسألني فيها بعض المعاني في بعض الأسئلة اللي على القطعة على حسب فهمي لهذه القطعة طيب هنا بيقول لي طائر الهدهد طائر جميل يمتلك قدرة فريدة على اكتشاف الماء فيراهم من بعيد ويحس به في باطن الأرض فإذا رفرف على موضع علم الناس أن فيه ماء طبعا دي معلومة جديدة يعني إيه أدين ابن رفع عن الهدهد طيب إيه سؤال اللي بيجي لي بيقول لي مثلا ألف هات مراضف قدرة معنى كلمة قدرة هنا أي مهارة يبقى أنا عايز حضرتك تركز قوي في الكلمة تحدد الكلمة وتشوفها في أني سطر وبعد كده تستكشف من خلال المعنى أنت مش هتقدر تعرف معنى أي كلمة إلا غير لما ترجع للسطر اللي هي فيه وتشوف معناها إيه داخل هذا السطر طيب تعال كده نشوف كلمة قدرة يمتلك قدرة قدرة هنا جاي بمعنى كلمة مهارة مضاد بعيد قريب بعد ذلك ضع علامة صح أو خطأ أمام العبارات الأتية طائر الهدهد يستطيع اكتشاف الذهب إحنا هنا في الفقرة اتكلمنا عن اكتشاف الذهب ولا اكتشاف الماء طبعا اكتشاف الماء فنقوله طبعا ديات إيه إجابة خاطئة طيب جمع كلمة هدهد هنا بقى عايزي شوف الثروة اللغوية بتاعتي جمع كلمة هدهد هداهد وهداهيد هل إجابة دي صحيحة أم خاطئة أحسنتم إجابة صحيحة إذن أنا عندي جمع كلمة هدهد هداهد وهداهيد اللي اتنصح بيجي لي بعد كده السؤال بيقول لي في رقم جيم اذكر الصفات الهدهد وقدراته كما فهمتها من الفقرة ده بقى السؤال يعتمد على اللي انت فهمته من الفقرة اللي هو جايبها لك فيه الامتحان فأنا هقول له باقي هقول له يمتلك قدرة فريدة على اكتشاف الماء فيراه من بعيد ويحس به في باطن الأرض فإذا رفرف على موضع علم الناس أن فيه ماء يبقى أنا بيجيب لي سؤال وبيسألني على حاجة مقالية في القطعة وعلى فكرة ممكن برضي يقول لي ما رأيك يعني ده سؤال وارد ومن الشرط أن يكوني الإجابة في نفس القطعة لا عادي ما فيش مشكلة ممكن يسألني مثلا سؤال زي ما رأيك يعني هو بيسألني على الرأيي فأكيد الرأي مش هيكون مذكور في القطعة طيب تعالوا بعد كده أحبائي نخش على القراءة بيجي لي بعد القراءة المتحررة في حاجة اسمها القراءة اللي احنا درسناها في المنهج يعني بيجي لي موضوع من الموضوعات اللي احنا درسناها فعندي هنا بيقول لي من موضوع المنصور والطيور دي فقرة بسيطة من الدرس بتقول لي ايه أين المال الذي سقط عليك من السماء والتاجر ينظر يتعجب فاكرين الحتة دي؟ طب تعالوا كده نشوف بقى الأسئلة اللي عليها من قال هذه العبارة؟ من اللي قال العبارة دي؟ ولمن قالها؟ طبعا اللي قال هذه العبارة هو الخليفة المنصور وقالها للرجل الأمين الرجل اللي وجد سرة المال ولم ينفقها الرجل احتفظ بسرة المال حتى يجد لها صاحب ولما وقفوا قدام الخليفة المنصوري الخليفة قال له ايه؟ قال له اين المال الذي سقط عليك من السماء؟ يبا هو دا الموقف السؤال رقم بقى ما سبب تعجب واندهاش التاجر؟ أصدو بقى تاجر مين؟ تاجر الجواهر اللي كان واقف اللي هو أصلا ماله فقد طب ماله فقد ازاي؟ لو نتذكر مع بعض أنه كانت هناك حدأة وأكدنا أن كلمة حدأة وليست حدأة لا هي حدأة والحدأة هو طائر مفترس زي النسور وزي الصقور وهكذا قلنا أن هذا الطائر اختطف سرة المال من التاجر ظنا منه أن هذه السرة قطعة لحم يبقى الطائر افتقر أن سرة المال دي قطعة ايه؟ قطعة لحم طيب ايه بقى السبب تعجب واندهاش التاجر؟ اللي هو تاجر الجواهر مندهاش واقف يعني مندهاش بالشكل ده ليه؟ مندهاش من الذكاء المنصور وحيلته وتصرفه الذي أدى لإرجاع ماله المفقود هو واقف هنا بيتفرج على المشهد اللي دار مبين الخليفة المنصور والرجل الأمين وطبعا يتعجب وهو واقف كده مستغرب مستغرب من ايه؟ من ان ازاي الخليفة قدر يتصرف في هذا الموقف بكل هذه السرعة والذكاء بعد كده بيقول لي رقم جيم كيف وجد الرجل المال؟ هو الرجل لا المال ازاي؟ الرجل الأمين لا المال ازاي؟ كان يعمل تحت نخلة وسقطت السرعة أمامه فأخذها وأعجب بمنظرها واحتفظ بها حتى يعرف صاحبها يبقى هو الرجل لا هو كان شغال تحت ايه؟ كان شغال تحت النخلة وفجأة وجد صورة المال وقعت عليه من السماء فهو اتأكد وقال في نفسه كده قال هو أكيد الطائر اختطفها من حد والحد دوت يعني ايه؟ لما الطائر عرف ان المال ده يعني طلع مال الطائر طبعا ما كانش يارف ان هو مال الطائر كما فقره قطعة لحم فلما لأ ان هو ملهوش فايدة رح رميه على الأرض فهو أخذ صورة المال وأدرك أنها سرقت من شخص ما واحتفظ بها طيب ده يدل على أمانة هذا الايه؟ هذا الرجل رقم دال بما تصف الخليفة المنصور وبما تصف الرجل الذي وجد المال نوصف ايه الاتنين؟ أولا نصف الخليفة المنصور بأنه ذكي وحكيم طب ايه الذكاء والحكمة بتاعت المنصور؟ احنا كنا ذكرنا قبل كده في آخر الدرس ان الناس تعجبت من ذكاء المنصور وحيلته طب حد كان بيسألنا قبل كده بيقول لي طب زكاء المنصور وحيلته في ايه بالضبط؟ حيلته في أنه أرسل الشرطي اللي هو كان عنده أو حارسه الخاص أرسله في المكان الذي ذهب إليه الطائر ليستكشف أحوال أهلها أو ليتفقد أحوال أهلها يعني هو هيروح هناك الراجل ويشوف هل في حد بيقول أن فيه مثلا مال وقع هناك؟ وهكذا يبقى الفضل كله يرجع للمنصور بعد ذلك هات جمع كلمة صرة جمع كلمة صرة تفقنا أنها صرر ومعنى بادرة أي عاجلة أي بادأه يعني مضاد عثرة كلمة عثرة يا جماعة معناها فقدة كلمة عثرة أي وجدة يبقى إذن كلمة عثرة معناها وجدة ومضادها فقدة طيب مفرد أحجار حجر لما قلنا أحجار كريمة طيب ويعني أحجار كريمة الأحجار الكريمة يعني الأحجار غالية الثمن لو إحنا نتذكر معا طيب بعد كده بيجي لسؤال في القصة من قصة علي مبارك أكمل ما يأتي خلينا كده نشوف وصل عدد أسرة علي مبارك إلى نؤة فرد مئة ولا مئتي ولا ثلاثمئة لو نتذكر كده مع بعض أن عدد أسرة الشيخ مبارك وصل إلى مئتي فرد ده فين في برنبال الجديدة بعد لما استقروا هناك وقعدوا هم هجروا الأول من الكوم والخليج التي تقع على بحر طناح إلى برنبال الجديدة وهم هناك في برنبال الجديدة قارب عددهم المئتين خلي بالحضرتك فيه فرق ما بين النمع عددهم بالفعل المئتين ونمع قارب قارب دي يعني قرب فخلي بالحضرتك من صح وغلط لو قال لي وصل العدد إلى مئتين ولا قارب المئتين هقوله قارب المئتين يبقى أنا لما يقول لي العدد وصل إلى المئتين طيب يبقى أنا هقوله كده مئتين فرد بعد ذلك كان كاتب العقود متزوجا من فاكرين كاتب العقود اللي هو علي مبارك أعجب بي ملابسه النظيفة وانخدع فيه طيب لما راح ينكل منزل بتاعه لقى متزوج من كم زوجة ثلاث زوجات وكان لديه كثير من الأبناء فلم يشعر علي مبارك بالراحة في منزل هذا الرجل ولم يجد أيضا الراحة ولم يجد العلم لأنه كان يتخذه خادما طيب بعد كده السؤال رقم جيم استقرت أسرة علي مبارك في قرية أحسنتم احنا لسه إلينا دلوقتي برنبال الجديدة طيب بعد ذلك كان من بين أفراد عائلة الشيخ المبارك التجار ولا العمال ولا الأئمة ها نتذكر معا احنا قلنا كان من عائلتي الشيوخ والقضاء والأئمة اللي عندي هنا في الاختيارات الأئمة فأنا أختار كلمة الأئمة بعد ذلك أحبائي السؤال رقم باء ما الدليل على تقدير الحكومة لعائلة المشايخ مين عائلة المشايخ دي يا مستر عائلة المشايخ اللي هي عائلة الشيخ مبارك طيب إيه الدليل على كده الدليل على تقدير الحكومة لهذه الأسرة أنها أعطته قطعة أرض معفاه من الضرائب يعني مش يدفع لها أي ضرائب تماما وهو الراجل بصراحة الشيخ مبارك كان راجل محترم ليه؟ لأنه انتفع بغلتها يعني هو أخذ الأرض دي كان ينتفع بغلتها الغلة معناها الحبوب الحبوب الزراعية مثل الأرز والقمح وهكذا ويساعد الفقراء والمحتاجين من أهل القرية يبقى هو في نفس الوقت كان واخذ قطعة الأرض دي بيزرعها وينتفع بغلتها ويساعد أيضا الفقراء والمحتاجين من أهل برنبال الجديدة طيب السؤال رقم جيم ما الذي كان يفعله الفلاحون حينما يعجزون عن تزديد الضرائب؟ إيه اللي كان بيحصل؟ كان الفلاحون يفرون إلى بلد لا يعرفهم فيها أحد حتى لا تصل إليهم يد الحاكم الظالم عشان الحاكم ما قدرش يوصل لهم يبقى الفلاحين اللي هم كانوا عاجزين عن دفع الضرائب كانوا بيهربوا من البلد الأصلية بتاعتهم ويروحوا المكان جديد عشان الحاكم الظالم ما قدرش يوصل لهم طيب ده سؤال إيه؟ سؤال القصة طيب تعالى بيجيب لي برضو بعض الأسئلة المقالية يعني بيقول لي لماذا طرد الكاتب عليهم بعد ثلاثة أشهر؟ هنا بقى يوصل كاتب قياس الأراضي الزراعية لأن عليه كان يفشي أسرار الفلاحين أو كان يفشي أسرار العمل للفلاحين ولكن دون قصد هو ما كانش يقصد هو كان بيوفشي الأسرار أو بيقول للأسرار بتاعت العمل بتاعت كاتب قياس الأراضي الزراعية ولكن دون قصد منه لصغر سنه لأنه كان لسه صغير فكان بيتكلم ببراءة طيب بعد ذلك بمن ألحقوا أبوه بعد ذلك؟ ولماذا لم يستمر في العمل هناك؟ الحق أو أبوه بكاتب بمأمورية أبو كبير بالشرقية يبقى يروح يشتغل بعد كده عند كاتب بمأمورية أبو كبير بالشرقية وليه ما استمرش في العمل؟ ما استمرش في العمل عنده لأنه كان يأكل عليه حقه يبقى الراجل ده ما كانش بيديله حقه لأن علي مبارك اشتغل عنده ثلاثة أشهر لم يعطيه أي شيء طب إزاي يعني؟ الراجل اشتغل عنده أو علي مبارك اشتغل عنده هذا الرجل لمدة ثلاثة أشهر وكان المبلغ خمسين قرش 50 في 3 يبقى 150 إرش المفروض الراجل ده يدفعهم لعلي مبارك ما دفعلوش أي حاجة وإحنا اتفعنا أن علي مبارك قرر أن يأخذ حقه بالحيلة بعد ذلك لماذا وافق عمبر أفندي على تعيين علي مبارك لأنه اطمأن إلى عقله وإدراكه وقدراته على العمل الذي سيتولاه يعني هنا عمبر أفندي كان أدرك فعلا أن علي مبارك ده مناسب لهذه الوظيفة طب إيه الوظيفة؟ وظيفة كاتب ما أجر عمل علي مبارك لدى كاتب مأمورية أبي كبير بالشرقية ولدى عمبر أفندي هنا إيه موقفه؟ يعني إيه الراتب بتاعه هنا وإيه الراتب بتاعه هنا؟ عند كاتب مأمورية أبو كبير كان بياخد 50 إرش 50 كرشا طيب وعند عمبر أفندي 75 كرشا كان بياخد 75 إرش طيب بعد كده أحبائي تعالوا أن ندخل على سؤال النصوص سؤال النصوص أنا بيجي لي نص إكباري ده السؤال الأولاني وبيجي لي نصين تانين باختار منهم نص واحد يفضل أن حضرتك برضو تحل النصين اللي إيه التانين هنا من نص الطمع والدجاجة بيقول لي هات مراضف لقية يعني كلمة لقية ولو أنتم فكرين في الحلقة بتاعت الطمع والدجاجة نحن قلنا أن كلمة لقية كلمة عمية يعني كلمة عمية يعني الشاعر استخدم كلمة عمية في هذا النص ليست لغة عربية فصحة ولكنها كلمة عمية ومعناها المال الكثير معدوم المصدر أو الذي لا صاحب له وكلمة لقية هي كلمة عمية وكانت تأخذ على كاتب النص كلمة مرمية معناها ملقاة بعد ذلك الطمع معناه عدم القناعة والجشع طيب تعالي سؤال وضح الجمال إحنا عايزين نتعلم مع بعض إذاي نطلع مظهر الجمال بدون حفظ عندي مثلا بيقول لي وضح الجمال في البيت الثاني فين البيت الثاني ده اللي هو ضيع للإنسان ما قد جمعه هنا صور الطمع بشخص يضيع على الإنسان خيرا كثيرا طيب تعالي بعد كده سؤال برضو مهم وحلو إيه السؤال ده بيقول لي إيه الدرس المستفادة من هذا النص ده يعتمد على فهم حضرتك للنص الدرس المستفادة هقول له القناعة وعدم الطمع والرضا بما قسمه الله سبحانه وتعالى لنا طيب بعد ذلك ناخد بقى سؤال تحليل المقاطعة الصوتية احنا تناولناه في الحلقات السابقة ولكن ما فيش مشكلة ان احنا ناخد برضو بعض الاسئلة عليه البكيل التقطيع بتاعها هيبقى الألف واللام لوحدهم عشان ده طبعا ألف لام قمرية والباء لوحدها عشان المتحرك بيبقى مقطع لوحده والخاء والياء هيبقوا الاثنين مقطع لوحده علشان ده متحرك جاي بعده مد وبعد كده اللام لوحده عشان ده متحرك طيب كلمة كنز كنز هتبقى الكاف والنوم مع بعض لان ده متحرك جاي بعده ساكن فالتنين بيعتبروا مقطع واحد وإزاي حرف إزاي هنقول عليه ان هو مقطع لوحده عشان جاي متحرك عليه تنوين بالضمن طيب بعد ذلك ما الجمال في استخدام الشاعر كلمة العجب يعني ليه استخدم كلمة العجب ليشير الشاعر إلى قيمة ما تعطيه الدجاجة من شيء غريب يعني هو هل أي دجاجة فعلا بتعطيه بيضة من ذهب لا طبعا فطبعا كلمة العجب تشير إلى عجب أو إلى دهشة ما تقدم هذه الدجاجة لهذا الرجل الطمع أو البخيل طيب تعالوا بعد كده ناخد برضو من نصكم قويا أدينا بنقلب في النصوص ونقول أهم الأسئلة عليها لما جاء أقول لحضرتك هنا سؤال جديد نوعا ما هاتلي كلمة توحي بالقوة من هذا النص كلمة توحي بالقوة هقوله كلمة فتيا كلمة فتيا أحبائي معناها قويا طيب هاتلي تعبير يدعو لليقظة والنشاط يعني هاتلي تعبير من الفقرة السابقة أو من النص السابق يدل على اليقظة والنشاط هنقوله إيه بقى هنقوله فهزوا النائمين وهنا أسلوب أمر لو خدت بالحضرتك أسلوب أمر غرضه النص هو الإرشاد لإيقاظ مين الكسالة اللي هم مين اللي هم الناس المكسلة طيب رقم ثلاثة تعبير يدل على التفاول والأمل إيه التعبير اللي هنا في النص اللي يدل على التفاول والأمل هقوله أشرق الصبح وخلي بالحضرتك أن كلمة أشرق الصبح معناها هنا يعني ضقت ساعة العمل طب تعالى بعد كده من الشباب الذي لا تريدون مصر ولماذا؟ إحنا اتفعنا أنه في صفات مصر عايزاها وفي صفات مصر لا تريدوها في ذلك الجيل الصفات اللي مصر عايزاها أنه يطلع جيل قويا سلم البنية مقداما قويا طب وإيه الصفات اللي مصر بقى مش عايزاها؟ وده اللي بتكلم عنه السؤال بتاعنا الجيل الضعيف خائر العزم يعني ضعيف الإرادة لأن الذل يكتب على المستضعفين هو بيقولك ليه السبب؟ أو ليه السبب يعني أن مصر مش عايزة الجيل الضعيف؟ لأن الذل والمهانة تكتب على الضعفاء أو المستضعفين طب تعالى بقى السؤال تخير الجمال المناسب يعني يهي تخير الجمال المناسب؟ يعني هنشوف كده المظار الجمال هنا ولكن في هيئة اختيارات إنما الصحة وعنوانه الحياة هنا ده أسطوب إيه؟ ده كده أسطوب توكيد طب فين أداة التوكيد؟ أداة التوكيد أحبائي إنما إحنا اتفعنا أن أدوات التوكيد إنما قضو الماضي يبقى دي كده أدوات إيه؟ أدوات التوكيد طيب تعالى بعد كده نضرة فوق الجباه هو هنا شاب الصحة بإيه؟ شاب الصحة أحسنتم بتاج يوضع فوق الرأس أرسموها بسمة ده أسطوب إيه؟ بيقول لي أمر فقط ولا تشبيه فقط ولا أمر وتشبيه؟ يبقى لو ركزت حضرتك هتلاقي هنا أن فيه أمر وتشبيه اللي اتنين مع بعض يبقى أنا أقوله الإجابة أمر وتشبيه الأمر لأنه أرسموها فعل أمر جميل طيب وعندي فين التشبيه؟ إنه شاب أن الصحة ترسم على الشفاء يبقى ده كده برضو تشبيه طيب نأتي بعد ذلك إلى سؤال النحو ولكن أحبائي كما تعودنا أنا أحب أن أناقش النحو على الصبورة التفاعلية فخليكم معا كده وإن شاء الله نناقش قطعة النحو طيب خليونا كده أحبائي نناقش معا قطعة النحو بيقول لي هنا قطعة مهمة جدا وخلي بالحضرتك أنها برضو موجودة في نماذج الوزارة في الكتاب المدرسي القناعة كنز لا يفنى والعز في القناعة ولكن بعض الناس يدفعهم الطمع والجشع إلى الرغبة في الحصول على كل شيء دفعة واحدة فيكون نصيبهم الحرمان والندم خلونا كده نشوف أول حاجة سؤال أعرف ما تحتوي خط عايز كلمة كنز ما يعراب كلمة كنز زي ما تفاتم مع حضرتك لازم أن نشوف الجملة بتاعتي جملة اسمية ولا جملة فعلية طب أنا عندي هنا نرجع لأصل الكلام القناعة آه ده اسم يبقى دي جملة اسمية يبقى بتتكون من مبتدأ وخبر طب أنا جبت المبتدأ يا مستر اللي هو كلمة القناعة القناعة مالها كنز يبقى أنا عشان أعرف أجيب الخبر لازم أن أسأل للمبتدأ بماله أو مالها القناعة مالها كنز يبقى اللي يكمل المعنى كلمة كنز يتبقى خبر مرفوع علامة رفعه الضم طب تعالي بعد ذلك يدفعهم الطمعة زي ما قلت لحضرتك لازم أن أرجع واشوف هل الجملة بتاعتي اسمية ولا فعلية طيب يدفعهم جملة فعلية يبقى أنا هقوله جملة فعلية يبقى ده فعل تمام من الذي يدفعهم اسأل بمن وبماذا من عشان أجيب الفاعل وماذا علشان أجيب المفعول فأنا هقوله من الذي يدفعهم الطمع يبقى الطمع فاعل مرفوع علامة رفعه الضم طب هل الشرطة أن المفعول يجيلي لا أنا قلت لحضرتك أن المفعول مش شرط يجي على طول يعني إيه يعني ممكن ساعات المفعول يجيلي وممكن ما يجيش عادي جدا ما فيش أي مشكلة طيب بعد ذلك على كل شيء أنا اتفعت مع حضرتك أن هناك كلمات أو فيه كلمات معينة عندي في النحو زي كل بعض جميع أي غير سوى الكلمات دي سجلها ورايا يأتي بعدها مضاف إليه يعني لو جالي اسم بعدها نعرفه مضاف إيه مضاف إليه يبقى أنا عندي كلمة شيء مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة تعال بعد كده لسؤال الاستخراج بيقول لي استخرج من الفكرة السابقة فعلا ناسخا وحدد اسمه وخبره يعني فعلا ناسخ يعني هنضور حضرتك على كانة وأخواتيها أخواتيها طيب تعالك إنا نضور على كانة وأخواتيها طيب هو شرط أن يجي لي كان أصبح أضحى لا خلي بالحضرتك برضو ممكن يجي لي الفعل المضارع منها أو الفعل الأمر منها عادي جدا ما نتخضش يعني هنا مثلا هيقول لي يكون هو الفعل الناسخ إيه دا يعني يا مستر ينفع عجيب من كانة وأخواتها المضارع والأمر عادي جدا ما فيش أي مشكلة حضرتك ما تتخضش يبقى أنا أقول له يكون دا فعل مضارع ناقص ناسخ طيب فين بقى الاسم وفين الخبر من اللي يكون نصيبهم يبقى نصيبهم دا اسمه طيب والخبر هيبقى كلمة الندم طيب تعالي بعد كده بيقول لي عايز خبرا لمبتدأ وبين نوعه خبر لمبتدأ يعني حضرتك أتدور على خبر عادي جدا ولا الفعل ناسخ ولا الحرف ناسخ طيب تعالي نشوف يبقى أنا أدور على جملة إسمية عادية فبقولي القناعة كنز يبقى أنا أقول له كنز ونوع الخبر خبر مفرد طيب ولو أنا عايز أحوله يعني أنا أضفت بس حاجة هنا كده قلت لحضرتك لو أنا عايز أحولها من خبر مفرد لخبر جملة إسمية هقوله القناعة هي الكنز يبقى أنا قلت له نوع الخبر عندي خبر مفرد طيب لو أنا عايز أحوله خبر جملة إسمية وهنا ضرب عصفورين بحجر يبقى هو سألك في سؤال التحويل وسألك في سؤال الاستخراج فهقوله القناعة هي الكنز طيب تعالي بعد ذلك بيقول لي عايز مضاف إليه المضاف إليه أنا عندي مثلا كلمة شيء اللي إحنا لسه أعربناها من شوية جميل وعندي برضو كلمة الناس بعض الناس يبقى أنا عندي بعض الناس دي هنقول للنياء الناس مضاف إليه مجرور وعلامة جاريه الكسرة تعالوا وعد كده أحبائي لما يقول لي مثلا أعرف كلمة المتفوقين في الجمل الآتية فيه جمل كده معينة هديل حضرتك وحضرتك تعريبها معي طيب عندي مثلا هنا كان الطلاب المصريون متفوقين عايز أعرب كلمة متفوقين اوعى حد يجي يقول لي إن هي نعت أو يجي يقول لي مثلا إن هي اسم أو إن هو مثلا يجي يقول لي آه ده مبتدأ أو كلام ده كله لا غلط المفروض أقول له إن المتفوقين خبر كان منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جامع مذكر سالم طيب تعالوا بعد كده إن المتفوقين متميزون كلمة متميزون هنا لا يبقى أنا أقوله خلي بالك إن كلمة المتفوقين هتبقى اسم إن منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جامع مذكر سالم طيب تعالوا بعد كده كرنت المتفوقين من اللي كرم أنا كرنت ماذا المتفوقين يبقى أقول لي عربها مفعول بي منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه جامع مذكر سالم لاحظت قدرات المتفوقين عرب كلمة المتفوقين يبقى أقول له مضاف إليه طب ليه عشان عندي ناكرة وعندي معرفة قدرات ناكرة والمتفوقين معرفة فهقول له مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء إن المعلمين مخلصون في أعمالهم هقوله حول الخبر المفرد لخبر جملة أعمل إيه؟ طيب تعال يا سيد نشوف ممكن أقوله إن المعلمين إخلاصهم في أعمالهم كبير يبقى أنا كده حولتها الخبر جملة إسمية أو ممكن أقوله إن المعلمين هم المخلصون في أعمالهم حولتها برضو خبر جملة إسمية بس بشكل تاني أو ممكن أحولها خبر جملة فعلي وأقول إن المعلمين يخلصون في أعمالهم كده أحبائي ده شكل أو نموذج ليه قطعة النحو خلونا كده نرجع ونلم الدنيا مع بعض ونشوف إحنا نقشنا إيه النهاردة هيا بنا يبقى إحنا كده أحبائي النهاردة ذكرنا مع بعض نموذج امتحان هام جدا خاصة في قطعة النحو عايزكم تركزوا عليه لأنه من نماذج الوزارة وكده أحبائي نكون وصلنا لنهاية حرقة اليوم إلى لقاء آخر إن شاء الله في حفظ الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته